اشتركوا في القناة ومدر الوطنية والارتقاء بها عمليا وإداريا في مختلف المجالات المهلية انطلاقا من المسئولية الوطنية الكبيرة في دعم شباب البحرين كطاقات وطنية ذات كفاءة واقتدار جاء أعلان مجلس الوزراء الموقر عن طرح مبادرة منها للأعلى لدعم التطور الوظيفي للبحرينيين في الوظائف التي يحمل شاغلوها شهادات عليا وهي مبادرة توافقت مع مقترحات مجلس النواب الداعية إلى الارتقاء بأبناء الوطن للحصول على الوظائف النوعية التي تتناسب مع مؤهلاتهم أنا جدا سعيدة بتجاوب السلطة التنفيذية قمنا بتقديم مقترح لدعم التطور الوظيفي لحاملي الشهادات للحصول على وظائف نوعية تتناسب مع مؤهلاتهم أشكر السلطة التنفيذية على رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة على طرح مبادرة منها للأعلى اللي راح تلبي طموح الشباب البحريني استحسان نيابي وشعبي كبير لمبادرة منها للأعلى والتي تتلاقى فيها الرغبة الصادقة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالارتقاء العملي والمهني بالكوادر الوطنية العاملة في مختلف المجالات ورغبة أصحاب السعادة النواب من جهة أخرى للنهوض بكفاءات الوطن إلى مزيد من العطاء والتقدم منها للأعلى هي مبادرة من الأخت والزميلة سعادة النهو مريم الصائغ وهذه تدل على اهتمام مجلس النواب اليوم بالكفاءات الوطنية واليوم لتسخر كفاءات الوطنية ونشكر أيضا مجلس الوزراء في إقرار هذا المبادرة الطيبة التي اليوم نسخر فيها ونرفع من الكفاءات الوطنية في المراكز العلية وهذا ليس بغريب على سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدعم الكفاءات الوطنية نشكر الحكومة على تجاوبها السريع وتفاعلها في تنفيذ مبادرات ومنها للأعلى التي تخدم الفئة البسيطة من المواطنين التي تستلم رواتب أو دخل من 600 دينار أو أقل لحفظ كرامة المواطن ورفع مستواه المعيشي هذه بادرة طيبة في تعاون الحكومة مع المجلس من خلال المبادرة التي أطلقها المجلس وتجاوبت معها الحكومة بشكل سريع وهذا شيء جيد وإيجابي في مجال العمل والتعاون بين السلطة التشرعية والتنفيذية للمستقبل إن شاء الله صندوق العمل تمكين يباشر تحقيق أهداف المبادرة وتقديم الدعم المربوط بالتطور الوظيفي للموظف بشكل مباشر وزيادة أجورهم لمدة سنتين بنسبة لا تقل عن 20% من الراتب الحالي للموظفين ممن تنطبق عليهم معايير الأهلية وممن تقل رواتبهم عن 600 دينار بحرين هي مبادرة منها للأعلى مبادرة وطنية طموحة تهدف لدعم التطور الوظيفي للمواطن البحريني بما يتناسب مع مؤهلاته العلمية في تجسيد واضح وكبير لمبدأ التعاون والتنسيق المشترك الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيونك تلفزيونس